خلوني بقى نرجع نروح بقى للدوحة وزاملنا صديقنا العزيز ناقيدنا رياضي أحمد عبد الباصط إزاي كأبو حميد عامل إيه الأخبار كلنا متفاعلين المغرب تكسب الحمد لله والشكر لله ربنا يعني إيه اكلل دعوانا بمنتهى النجاح واستجاب لها احكيني على الدنيا عندكم عاملة إزاي دلوقتي بعد فوز المغرب والله الدنيا من بعد ما خرجنا من الاستاد والمغربة برضو الانتشار في شوارع الدوحة هو المسيطر على كل حاجة مهات اللعيبة أصبحوا أبطال شعبيين هنا يعني الناس بتقابلهم بتحتفل بيهم بيرفعهم على الأعناق فالموضوع مش على قد مباراة الكرة فقط أصبحوا ناس ملهمين للجمهور نفسه يعني الناس بتشوفهم هم عادي فانهم مدرج بيروحوا لهم المكان اللي هم فيه بيفضلوا معاهم بيلفوا ويتوفوا بيهم الشوارع هنا في الدوحة بعد المباراة طبعا ما فيش صوت غير صوت المغرب لأن الموضوع ما كانتش متوقع عشان نكون وقعيين يعني المنتخب المغربي لا قدر الله لا قدر الله ما وصلتش المباراة النهائية فهو من أفضل أربع منتخبات على مستوى العالم الموضوع الناس هنا ما كانتش مصدقاء أنه إزاي نوصل المنتخب المغربي بالطريقة دي فالفرحة هنا أنا مش قادر أوصفها لك لأنه مهم ما وصفها لحضرتك هي فرحة بتعبر عن التلاحم العربي الكبير من كل المنتخبات وخصوصا الشعب المغربي تتزايد مباراة بعد مباراة هنا في كاس العالم ولكن في النهاية يتبقى أنه المونديال دلوقتي بيتكلم مغربي يعني ما مش حاجة غير أن المونديال بيتكلم مغربي عربي فقط المونديال بيتكلم عربي فعلا آه مين كان يتوقع أنه يعني كنا نقول بال أنا معاك الضبط أنه المنتخب المغربي يوصل وهيلعب سيمي فاينال سواء ما بفرنسا أو إنجلترا وفاضل على الحلو تكة ويوصل النهائي لا دا ما كانش فيه حد يتوقع دا نهائيا طب تعالي عند الحتة دي بقى أنت تتوقع أنه يقابل فرنسا ولا يقابل بريطانيا دا كده التوقع وتفضل إيه آه إنجلترا أنا آسف وتفضل إيه التوقع أتوقع أنه ممكن يقابل إنجلترا لأن إنجلترا فريق قوه منظم وعارف أنه ممكن يحسب المباراة دي لصالحه لكن أتمنى أنه يقابل فرنسا فرنسا لديت أسباب ومعظم اللعيبة في المنتخب معي نجمة باريس سانجرمان أشرف حكيمي نمر واحد نمر اتنين إنه المعطيات بتاعة مباراة فرنسا وتونس وإن تونس كسبت فرنسا هتدي دفعة قوية للمنتخب المغربي صح وكمان بالنسبة لنا هيبقى يعني تفاقل بعد مواجهة تونس دي فبالنسبة لي أرى أن المنتخب الفرنسي بالرغم من كل صعوبته ولكن هوا فيه خبرات المنتخب المغربي وخصوصا أشرف حكيمي اللي بيلعب في فرنسا وشفيان مرابط قائد خط وسط الملعب فوجدهم في فرنسا واللعبة في الدورة الفرنسية والاحتكاج ومعظم لعبة فرنسا ده يضيق أفضلية شوية لكن المنتخب الإنجليزي هو منتخب برضو قوي في كل خطوطه ومنتخب بيمتلك زخيرة لعبة حية ما عندوش أي نقطة ضعفة في أي خط من خطوطه وقدر يتسحب ويوصل لهذه المرحلة من غير محد يحس بيه نفس الوضع بالنسبة لمنتخب الكرواتي طيب أنا ما سمعتش قبل كده أن ريونالدو عيط واستغربت جدا أنه بكى بل وانتحب في الماتش بتاع النهاردة ليه؟ بص الموضوع أنه هذا هو النزال الأخير لكريستيانو رونالدو في كاس العالم فكان يرغب وفي الناحية التانية أنه دائما الصراع القروي في آخر 16-17 سنة بيدور بين كريستيانو وميسي فدايما أنه خلاص ده النزال الأخير لهم الاتنين في هذه المرة أنه يخرج وبهذه الطريقة ومنتخب كان تصنيفه قبل البطولة تصنيف ثالث ويدخل ويعافر ويزحم الكبار ويوصل فطبيعي دموع لأنه رونالدو مش عايزين نقول أن الدنيا أو الكرة جات عليه شوية لأنه رونالدو ليس أفضل حال في آخر موسم أو موسمين في الكرة القدم مع منشستر ليس أفضل حال مع المنتخب بيقعد احتياطي في مشاكل بينه وبين المدين الفني فلما هو بيبكي بالدموع وبكاء أنه واحد خلاص أنا مش هارجع هنا تاني دي آخر لحظات كنت أتمنى أن أنا حتى على الأقل أوصل المباراة قبل النهائي ولكن ده صدم بأمل وطموحات المغرب اللي قضت على ده وهذه الدموع برغم أننا نحب كريسانو ورونالدو ولكن نحب المغرب أكتر طبعا 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 أنا بشكرك جدا 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 أحمد كل الشكر لزميلنا أحمد عبد البسط النقد الرياضي من قطر